اعتمدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك خطة لشهر رمضان المبارك تركز على الرقابة على الأسواق والتوعية الاستهلاكية ومتابعة ورصد أسعار السلاع بالإضافة إلى الخدمات وقالت الجمعية في بيانها إن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار عقب الإجراءات الحكومية الأخيرة حيث يرتفع حجم الإنفاق بنسبة كبيرة والتي يسهم بها أيضا تعدد احتياجات المواطنين وتغيير السلوكيات الاجتماعية وأعلن أن الجمعية وبالتشاركية مع عدة جهات ستقوم بإطلاق خطتها الرمضانية التي تعتمد على التوعية الاستهلاكية والرقابة والمتابعة الحثيفة للأسواق وإرشاد المستهلك إلى شراء الاحتياجات اللازمة ضمن السعر المنطقي